نظمت مجموعة من حملة شهادة الدكتوراء المتعطلين عن العمل اعتصام مفتوحة مما رئاسة الوزراء مطالبين بتطبيق معايير الاعتماد والتي هي وفقا لهم حبر على ورق وفي الأدرج وتم الاجتماع مع ممثلي حملة الدكتوراء مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الدوود وتم عرض مطالبهم حيث وعد الدوود بدراسة هذه المطالب مع رئيس الوزراء وتم الاتفاق على تعليق الاعتصام المفتوح حتى تتمكن الجهات المعنية من دراسة المطالب وإجراء اللازم وفي حال لم تتحقق المطالب قالت اللجنة إنها ستعود إلى الاعتصام المفتوح المشكلة تكمن في عدم تطبيق معايير الاعتماد في هيئة الاعتماد وإذا حلت هذه المعايير إذا طبقت على الطريقة المثلة لن يكون هناك معطلين عن العمل نهائيا إذا كانت الجامعات الأردنية التي تخرج كفاءات التي تخرج كفاءات لا تعترف بخرجيها لذلك نحن نطلب من هذه الجامعات أن تلغي برامج الدكتوراه والماجستير فيها نحن مطالبنا قانونية مطالبنا شرعية ووقفتنا هنا هي مطلب شرعي وحق لكل مواطن أردني كفيله الدستور